السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر أول حاجة نطلب الاعتذار على هذا التأخير خلال هذا الأسبوع لم يتم انزال أي فيديو لأني كنت مسافر إلى باريس مدة خمسة أيام إذن نعود نواصل مع الفيديوهات متاعنا ونحاول نكمل الفيديوهات التي تتكلم على علي منصور الكيالي وأكاذيبه على المسلمين وسوف نرد على الأشياء التي نراها مهمة ويجب الرد عليها رغم أننا نعتبر علي منصور الكيالي مجرد كذاب من أجل خداع المسلمين بأن هناك إعجاز قرآني رغم إجماع علماء الغمة الإسلامية بين قوسين على أن القرآن ليس كتاب علم بل كتاب دين وعقيدة ولكن علي الكيالي كغيرة من هؤلاء الإعجازيين ضربوا بعرض الحائط كل ما قاله العلماء الأولون والحاضرون وضربوا عرض الحائط كل التفاسير القديمة والحديثة وكذبوا الصحابة الأولين وكذبوا أحاديث لمحمد الصحيحة وعطاوا تأويل لا يعتمد لا على القرآن ولا على السنة ولا على أقوال الأولين ولا أقوال الآخرين ولعبوا بمفردات القرآن كما يريدون من أجل إظهار صحة أقوالهم مدعين على القرآن ما لم يدعيه أصلا ولهذا أقول لكل مسلم بين قوسين غيور على هذا الدين أن يحارب هؤلاء الإعجازيين بكل طريقة لأنهم يقومون بتشويه الدين بطريقة فضيعة ويمكن المراجع والمفكر والذي له ضرة من العقل من المسلمين عندما يسمع إلى هذا الدجال أو غيره يفهم أن هؤلاء ليس لهم إلا هدف واحد هو كسب المال والتحيل على المسلمين البسطة بينما أحنا حاولنا خلال هذه السلسلة من الفيديوهات ليس تكذيب علي منصور كيالي فقط بل إظهار أن القرآن ليس من عند الله لما يحتوي من أخطاء علمية فادحة وإليكم الآن ما يقول علي منصور الكيالي وعند انتهاء دوران الكون مع الكون المضاد ووصولهما إلى الساعة صفر سيحدث حدثان هائلان في يوم واحد يهزان الكرة الأرضية هنا يدعي ويتخيل ويؤول علي منصور الكيالي القرآن كما يريد ويقول عندما تنتهي الدورة للكون المضاد والكون ويلتقيان يحدثان أمرا مهمان في يوم واحد هو ما يطلق عليه بعد ذلك قيام يوم القيامة فلنرى ما هم هؤلاء الحدثان المهمان الحدث الأول حينما جاء قوله تعالى في بداية سورة النحل هذه آية قرآنية عادية تتكلم عن قيام يوم القيامة يعني حدوثها فعليا ليس من علامات يوم القيامة وإنما حدوث يوم القيامة وهذه الآية تم تفسيرها من طرف العلماء حيث يقولون إن يوم القيامة سوف تأتي بختة وإن الإنسان يكون يحلب في بقرة فلا يستطيع أن يشرب حليبها أو إنسان يفعل في شيء لا يستطيع أن يكمله فهنا دخلنا في مرحلة حدوث يوم القيامة على حسب الإسلام فلنرى ماذا يقول علي منصور الكيالي جاءنا أمر الله من علم الغيب نحو الكرة الأرضية مباشرة ولماذا تقول الآية فلا تستعجلوه لأنه يأتينا بسرعة الضوء أي متحرك يتحرك بسرعة الضوء سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة يدور الضوء حول الكرة الأرضية سبع دورات ونصف لكن في الثانية واحدة لذلك قال فلا تستعجلوه أي متحرك يأتينا بهذه السرعة يستحيل كشفه لا بالرادارات ولا بأي وسيلة أخرى للكشف العلمي الآية التي ذكرها علي منصور الكيالي من المفروض أنها تتكلم عن يوم القيامة فلنواصل ما قاله علي منصور الكيالي قال إن هناك قذيفة سوف تأتي بسرعة الضوء وسوف تضرب الأرض من المفروض عندما تضرب الأرض الأرض تنفجر وتنتهي الحياة فوق الأرض ولكن خلينا في النقطة اللي قالها في آخر الكلام في هذا المقطع من تسجيل علي منصور الكيالي وهو قوله إن هذه القذيفة سوف تأتي بسرعة الضوء ولا يمكن مشاهدتها هنا أسأل علي منصور الكيالي هل يسخر منا أم يسخر من المسلمين ألا يعلم علي منصور الكيالي إن هناك تليسكوبات وأجهزة حتى خارج الأرض يمكن لها أن تشاهد أي جسم على بعد ملايين الكيلومترات يمكن معرفة تحركه بدقة وأين يمر قرب الأرض أو هل سوف يصطدم بكوكب آخر أم لا وهو ذكر في أحد الفيديوهات متاعه إن هناك شي ضرب أحد الكواكب وإن العلم عرف ذلك الشي من قبل وإنه حدد المصار متاعه بدقة ونحن توا في هذا العصر وفي العصور القادمة الإنسان تطور كثير في مراقبة الفضاء ومعرفة الأجسام المتنقلة فيه ومعرفة أي خطر يهدد الأرض من نيزك أو غيره وهذه مسألة مع الأسف تجاهلها علي منصور الكيالي لأنه كما قلنا ونقول يعلم إن المسلمين لا يراجعون ما يقول ويجهلون كليا العلم الحديث وإليكم بقية ما قاله هذا الدجال سوف تقوم هذه القذيفة بصدم الأرض من جانبها فتعكس دوران الأرض صدقوني صدقوني نتعجب كيفاش عبادي صدقوا كلام كما هذا قال لك القذيفة سوف تضرب جانب فهمت من الأرض سوف تعكس دوران الأرض لا نفهمه ويسخيبها كورة بولينج ولا كورة صغيرة رهي أرض رهي علي منصور الكيالي كيفاش تقول تضرب وتعكس ياخي هي اللعبة ياخي دوران الأرض أنت تسخيبه مع أنت مسألة هكاكة مع أنت مغير نظام مغير قانون مغير حد شيء ها؟ إذن هوني مع أنت جايبنا فيلم هندي ما نعرش عليه من فين جابه قال لك اللي فما قضيفة بش تجيبه بسرعة الضو وحتى حد ما بش يشوفها فهمت لأنها بسرعة الضو حتى كان بسرعة الضو ياخي هي جاي من فين ما جاي من خارج الأرض من مكان بعيد وبش تضرب الأرض فهمت في الجنب متاحها بهذه الطريقة تعكس دوران الأرض يعني صدقوني عبد يصدق هذا الكلام يا أما مسلم فهمت يا أما سامحوني على الكلمة إنسان أحمر لا بسحويش وإليكم بقية ما يقول هذا الدجال إذن هذه الهزة القوية سوف تعكس دوران الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم سوف تشرق الشمس من مغربها إذن بعكس دوران الساعة أولا طلوع الشمس من مغربها هي من علامات الساعة ليس من الساعة نفسها هوني علي الكيالي الآن فهمت لماذا لم يذكر طلوع الشمس من مغربها ضمن علامات الساعة لأنه تركها لهذه اللحظة الذي يتكلم فيها على قيام الساعة وهذا خطأ فادح لأن كل الأحاديث تعتبر أن طلوع الشمس من مغربها هي من العلامات ليس من الساعة نفسها وهذا فرق كبير هذه حاجة حاجة ثانية يا أخي سي علي الكيالي تتخيب ساهل أنها الأرض فتبدل الدوران بتاعها لأنها جاتها قذيفة من الخارج هل تدري ما هو حجم الأرض؟ في الحقيقة أمام هذا الكم من الجهل أقول للمسلمين أن يدرسون جيدا دوران الأرض وماذا ينتج عن عكس الدوران وهل يمكن لقذيفة مهما كان كبرها أن تعكس دوران الأرض سوف يعلمون ويفهمون أن هذا الدجال قاعد يكذب عليهم وقاعد يخرف عليهم أكذيب ليس لها أي أساس من الصحة وبعيدة كل البعد عن العلم وإليكم ما يقول هذا الدجال ترجف الراجفة تغيير دوران الأرض تتبعها الرادفة ما هي الرادفة؟ حين مرور القذيفة بجانب الشمس سوف تسبب انفجار الشمس يقول العلم الحديث هو وكالة ناسا إذا انفجرت الشمس بخلال عشر دقائق سوف يصبح حجم الشمس بحيث يكون الزهرة والقمر بداخل الشمس وتكون حدود الشمس بيننا وبين القمر صدقوني صدقوني أنا ملحد ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال لك هذه القذيفة تمر بجانب الشمس تفجرها من بعد تضرب الأرض تعكس لها الدوران المتاحة يعني هذه القذيفة التي تعكس دوران الأرض تفجر الشمس يا أخي يا سيعلي منصور الكيالي هل تعرف حجم الأرض بالنسبة للشمس كيف يمثلها؟ ها؟ حتى تتعدى بجانب الأرض وتعكس دوران المتاحة ما يقول لك؟ يقول لك أن الشمس عندما تنفجر تدخل في الجو متاع الزهرة والقمر يا أخي تعرف يا سيعلي منصور الكيالي أن القمر هو مجرد قطعة صغيرة تدور حول الأرض ها؟ يعني هوني لكل هذا الكلام حبي يقول لنا يعني أن الشمس عندما تنفجر توصل حتى للقمر الشمس عندما تنفجر بيش تشمل كل المجموعة الشمسية ومنهم الأرض اللي هي في المرتبة الثالثة لكن كما أقول وأقول إنه يتكلم إلى ناس جهان لا يعلمون شيء لا على المجموعة الشمسية ولا على القمر ولا على الشمس ولا على الأرض هذك علاش؟ يصدقوه ويقولوا سبحان الله نواصل مع هذا الدجال كيف يقول؟ الله سبحانه وتعالى يقولها صراحة فإذا برق البصر لشدة انفجار الشمس وهذا الضوء الشديد وخسف القمر إذن أصبح القمر داخل الشمس وانتهى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر منذ 1400 عام القرآن الكريم يعطينا الأبعاد وبدقة العلم الحديث يقول إذا انفجرت الشمس سوف تصبح حدود الشمس الكتلة النارية بيننا وبين القمر الله سبحانه وتعالى قال منذ 1400 عام وجمع الشمس والقمر محمد قبل 1400 عام كان يسخايب الشمس والقمر حاشتين يعني كوكبين فمت كيف بعضهم؟ لم يكن يعرف لأن القمر تدور حول الأرض ولم يكن يعرف لأن الأرض تدور حول الشمس ولم يكن يعرف هذه الأمور كل كان يغذر كأي إنسان يغذر كامل الأرض يشوف في الشمس تقريبا نفس الكبر هي والقمر ويقول إنه نهار من نهارات تجمعه كما في مسألة الخصوف والكسوف فمت يعني ما كان يفهم حتى شيء من هذه الأمور هنا سي علي منصور الكيالي قال لنا وقت تنفجر الشمس إن الله سوف يجمع الشمس والقمر يعني شمس وقمر يا ودي وقت تنفجر الشمس ما تبقى حتى كوكب يذوبوا لكلهم ما يبقى حتى شيء إذن هوني علي منصور الكيالي حاول أن يسخر من الناس البسطاء اللي ما يعرفوا حتى شيء مساكن المسلمين وقال لهم اللي فما قذيفة بيش تضرب الأرض وبش تعكس دورة نتيحة وهي علامة من علامة الساعة ليس ساعة نفسها ثم تخللنا في قيام الساعة وكيفاش هذه القذيفة بعد لا تضرب الأرض أو في مرورها في ضربين الأرض كيفاش تفجر الشمس وتخلي حدود الشمس قريبة جدا من الأرض رغم لي هذا كذب كليا لأن الشمس عندما تنفجر معاك تبقى حتى كوكب في المجموعة الشمسية وحاول بشي خلق لهم خيال كاذب من أجل يقول لهم أن هذه هي أهوال يوم القيامة وأرجو أن الفكرة تكون واضحة ونواصلوا مع هذا الدجال ونقول لكم بسلامة ومع فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر